من الإجراءات الجنائية أيضاً والإجراءات الجزائية المهمة جداً إجراء التفتيش برضو دوارد من الإجراءات اللي بنمر بيها أو بتقابلنا يعني فكرة التفتيش كأحد الإجراءات الجزائية هو البحث لاستخراج شيء خفي البحث لاستخراج شيء خفي أو البحث لضبط أدلة الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات هذه الجريمة وإسندها إلى المتهمة الذي ارتكبها التفتيش تأم يكون لشخص أو بيكون لمكان مثلاً من الأماكن أو لشيء كأغراض مثلاً أو شنط وما إلى ذلك أو سيارة وما إلى ذلك طبعاً التفتيش معروف ووارد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه لفكرة التفتيش فيما يتعلق بإجراءات من إجراءات لكشف أدلة الجريمة أو لإثبات ارتكاب شخص معين لكريمة من الجرائم ووجود الدليل في حوزة هذا الشخص بما أن التفتيش أحد الإجراءات اللي فيها اعتداء كبير على خصوصية الإنسان على حرمة جسده وحداً جواز التعرض لهذا الجسد كذلك على حرمة مسكنه وما يتعلق بهذا المسكن من حرمة شديدة جداً النظام علشان هذه الحرمة نص على عدة ضوابط لإجراء التفتيش سواء كان للشخص أو للمسكن أو للأغراض أو المتاع أول من هذه الضوابط قال أنه لا يجوز التفتيش أبداً إلا في الأحوال المحددة لذلك نظاماً يعني نظام حدد أحوال معينة هي فقط التي يجوز فيها التفتيش وليس أمراً مطلقاً كده لتقدير هي تحوية الدعاء العام أو لتقدير جهاز الشرطة أو رجال الشرطة أو رجال الضبط وما إلى ذلك لابد من وجود حالة معينة تستدعي هذا التفتيش ورد النص عليها في النظام التفتيش الجنائي أيضاً لا يجوز إلا بعد وقوع جريمة يعني لا يكون إلا بناء على جريمة وقعت وبدور على أدلة لهذه الجريمة ده التفتيش الجنائي لأنه بعد شوية هنشوف أنواع أخرى من التفتيش أنا بتكلم بهذه الضوابط عن ضوابط التفتيش الجنائي أيضاً ضرورة صدور إذن بذلك من هيئة التحقيق والإدعاء العام ما لم نكن بصدد حالة من حالات التلبس التفتيش تنفيذ أمر بقى التفتيش لا يجد أن يكون نهاراً لا يجوز التفتيش ليلاً ما لم يكن برضو هناك حالة تلبس طيب فيما يتعلق بتفتيش الأنثى لا يجوز تفتيش الأنثى إلا من خلال أنثى مثلها لو جهاز الشرطة أو القوة مثلاً اللي بتقوم بالتفتيش أو أعضاء الرجال الضبط اللي بيقوموا بالتفتيش ما فيهمش أنثى يتم انتداب أي أنثى مرة في الطريق أو في الشارع أو في أي مكان يتم انتدابها لو سمحتي مفضك تعالي علشان تقوم بتفتيش هذه الأنثى لا يجوز بأي حال الأحوال تفتيش الأنثى إلا عن طريق أنثى مثلها ويكون ذلك بعيداً عن أنظار الرجال طبعاً ولو هيتم تفتيش مسكن أو منزل من المنازل وفيه النساء يجب أن يسمح لهؤلاء النسوة بالاحتجاب أنهم يكونوا في مكان منفصل قبل دخول المنزل ولازم يكون مع أفراد التفتيش أيضاً بد أن يكون معهم أنثى أو امرأة عند القيام بالتفتيش دي فكرة عامة على التفتيش الجنائي بتسميه التفتيش الجنائي لأنه هناك أنواع أخرى من التفتيش التفتيش الجنائي اللي احنا لسه نعليه من شوية أو دي الضوابط بتاعته في ما يتعلق بجريمة أو بحصول جريمة معينة وقعت ويجري البحث عن أدلتها لكن هناك تفتيش اسمه تفتيش إداري زي التفتيش الإداري زي تفتيش نزلاء السجون أو الزوار اللي رايحين يزوروا مثلاً مساجين أو كده لتأكد من عدم حملهم لأي ممنوعات أو يدخلهم لأي ممنوعات كذلك التفتيش المسافرين في الطائرات والمطارات والسفن والموانئ وهكذا أو التفتيش أيضاً اللي بيقوم به أفراد الجمارك كذلك تفتيشه يسمى تفتيش الضرورة إيه تفتيش الضرورة؟ ده لأنه في حاجات نوادر كتير جداً بتحصل في أحوال تفتيش الضرورة في بعض مثلاً الحوادث حادث معين حادث سيارة أو سير معين مثلاً وجاء رجال الإسعاف لإنقاذ مثلاً مصاب مغمى عليه أو كده وبيفتشوه علشان يشوفوا هل معه هوية أو يعرفوا تليفون أو جوال أو يتصلوا بأحد أقاربه أثناء عملية التفتيش وجدوا مادة مخدرة مثلاً مخدر مثلاً أو وجد مثلاً أي حاجة من الحاجات المخالفة أو الممنوعة في سيارته ففي هذه الحالة أيضاً تفتيشه يسمى تفتيش الضرورة وأي جريمة ترتكب أو أي جريمة تكتشف أو أي فعل يكتشف أثناء هذا التفتيش تعد جريمة في حالة من حالات التلبس أيضاً تفتيش عمال المصانع وتفتيش المناطق العسكرية عند الدخول أو الخروج أيضاً كل هذه الصور صور تفتيش جائزة قانوناً وإذا أصفر عنها جريمة هذه الجريمة تكون في حالة التلبس يعني مثلاً لقدر الله لو كان في حادث سير أو سيارة أو حاجة والناس أو رجال الإسعاف بيمروا أو بيقوموا بإسعاف هذا الشخص ووجدوا مثلاً في السيارة مخدر أو وجدوا في السيارة مثلاً خمور أو أي شيء يعني والعياد بإله هذه الجريمة تعد في جريمة التلبس فأنت كده لقد أصبحت مصاب في حادث السير ومتهم في جريمة من الجرائم فهذه الصور للتفتيش أو أشكال وصور أخرى للتفتيش غير التفتيش الجنائي كإجراء من إجراءات الضبط الجنائي دي فكرة عامة كده عن التفتيش كإجراء من الإجراءات وشفنا أبلها أيضاً فكرة عامة عن إجراءات الاستيقاف والتوقيف والقبض وشفنا أيضاً أبلها فكرة عامة عن إجراءات الجزائية والعقوبات ده بشكل سريع كانت محاضرتنا النهاردة عن كلامنا فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية أو الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية كآخر كموضوع من الموضوعات المهمة فيما يتعلق بمدخل الفهم القانون والثقافة القانونية إن شاء الله بإذن الله يتبقى لنا محاضرة واحدة إن شاء الله سريعة وموجزة وبسيطة قبل الإختبار النهائي إن شاء الله أترككم على خير وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في محاضرات قادمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته